السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بكم في بنار جديد وبصراحة وبنار جميل جدا وبنار صعب جدا العديد انجلاند بصراحة ممكن هي من اصعب الجلانز في الاندوكراين ويجب ان تكون مهم جدا الموضوع مهم جدا وموضوع محترم جدا وموضوع صعب جدا طبعا ان شاء الله هنه adrenalin gland images in pediatric وطبعا اشرفنا يكون معنا دكتور راندا اسماعيل خلف Comme professor of pediatric department and concentrated into clinical physiology and concentrated in endocrinology فقط من 22% انجلس المملكة وعرفت بعض نفسي عن دكتور عمل الشيبيني Comme professor of pediatric and donc concentrated in clinical nutrition اعرف مساهم بك دكتور راندا موضوع جميل موضوع صعب موضوع مهم موضوع يبقى لازم يكون معروف جدا من psychiatric endocrinology حالاته مش قليلة وإن شاء الله تبقى محاضرة جميلة ونستفيد منها كلنا. فضال الحديد. السلام عليكم. بشكرك يا دكتور رامي على الفرصة دي. طبعاً احنا اي حدي دي فينا بحب يعرض محاضرة بحب تكون حاجة للحياة العامة اللي احنا بنشوفها. اي طبيب اي ان كان تخصصه قاعد في التوارئ. قابل حالات كتير من اللي احنا هنعرضه من النهاردة في بدايتنا. جزء الادرينالجلاند ده من أصعب زي ما قال أستاذ الدكتور رامي من أصعب اللي موجودة عندنا في تخصص العدد السماء في الأطفال. لكن لما تتاخد بشكل واحدة واحدة بشكل كده وبعد كده ندخل في هتلاقي ان شاء الله المعلومات سبتت وهتلاقي الكام نقطة اللي احنا عايزين نركز عليهم بإذن الله تلعنا بهم بحيث لو اتعرضت الحالة وشكيت ان هي تبقى معاك الحل الامثل تتصرف بيه على طول بإذن الله. نبدأ معاكم إن شاء الله الادرينالجلاند. علشان نشوف ايه اللي ممكن نساعد دي العينين دول. الادرينالجلاند زي ما احنا شايفين هي غده موجودة فوق الكلا موجودة عند كل الناس. فوق الكليتين يمين من الشمال. الادرينالجلاند زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا فيها من جوه يعني مكان جوه خالص اللي هو اسمه المدلة ومكان خارجي اسمه الكورتكس. الكورتكس احنا بنتتقسم لثلاثة زونز. زونة جلوميريولوزا فاسيكيولاتا ريتيكيولاتس. عشان حفظها يكون سهل انا دايما بقول عليها جي اف ار. يعني جلوميريولوزا جي اف فاسيكيولاتا ار ريتيكيولاتس. طيب هل بقى ايه الهرمونز اللي بتطلع منهم عشان نحفظهم سهل قوي قوي قوي. المدلة من جوه ما بتطلعش غير افنافرين عن نور افنافرين. مش عايزين حاجة تانية او حتى الحتة بتاعت السوماتوستاتن. مش هتهمينا قوي هنا في الشاتر اللي حد نتكلم. لكن الكورتكس مهم قوي. الجي اف ار علشان نطلع الهرمونز بتاعتها هنطلعهم بتلات حروف برضو اسمهم اي. كورتسول الاي في الاخر اللي هي الاندروجين. يبقى انا لو عندي الكورتكس متقلم متقسم ثلاث حاجات جي اف ار. يبقى انا كمان مقسمة الهرمونز ثلاث مجموعات اللي هي الالدروجين الكورتسول والاندروجين سواء اسروجين او تستسليم. طيب الادرين الجلانز هي بتشتغل لوحدها كده؟ اكيد لا. اكيد هي زي ما بتشتغل لازم نعرف وظيفتها الاول ان ازا كنت انا هختار وظيفة واحدة بس فونكشن يعني مهمة جدا علشان تفهمني قد ايه الادرين الجلانزي مهمة for any person to live في حياة طبيعية. يبقى انا لازم اعرف ان كل الهرمونات دي تشترك في ان هي تحمي الانسان against acute and chronic stress. acute stress بقى زي عملية زي trauma زي حيدخل في انفكشن اي حاجة. حتى الاسترس النفسي الادرين الهرمونز بتساعد جدا ان الشخص يعدي عن الاسترس ده ويتخطى بحيس يحافظ على حياته تمشي بشكل سريع. طب هل الادرين الجلانزي بتشتغل تحت اي حاجة تانية؟ طبعا بتشتغل تحت جلاند مهمة جدا. احنا بنسميها الماستر جلاند of the endocrine system هي البتروتري جلاند. بتروتري جلاند زي ما كلنا عارفين هي موجودة جوه البرين. صغيرة جدا جدا لا تتعدى حجم الفموسة الصغنطوطة او العدسة. بالضبط مقاسة العدسة الصغيرة. ورغم انها صغنطوطة اوي من قدرة ربنا سبحانه وتعالى انها متقسمة anterior part و posterior part. الانتيرير part بيخرج هرمونز كتيرة جدا على رأس القائمة اللي هتمينها في المحاضرة بتاعت النهاردة هو ال ACTH او الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. يعني ايه ACTH او الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون ده هرمون خارج من الانتيريو بتويتري جلاند. علشان يستيميليت الانتيريو الادرين الكورتيكس علشان تطلع الهرمونز اللي احنا بنتكلم عليها. طب معنى الكلام اللي انا بقوله ايه ان هي بس بتشتغل الادرينو الكورتيكس لا في بعض الاحيان بتوصل لغاية الادرينو المضلة وبتأثر برضو على خروج الهرمونز ديه. السلايد اللي فاتت لما احنا كنا بنتكلم عن الACUTE STRESS وعن الCHRONIC STRESS. احنا عندنا حاجات كتيرة قوي وفيديوهات وحاجات موجودة على اليوتيوب وموجودة في اماكن كتير عشان تشرح الكلام اللي انا هقوله لكن انا هاعتمد على الشورة دي عشان اوضح لحضراتكم ايه اللي احنا محتاجينه في الACUTE STRESS وايه اللي احنا محتاجينه في الCHRONIC STRESS. يجي بني ادم اتعرض لACUTE STRESS زي مثلا حتى. زي هوقع من حاجة. زي حاجة مرة واحدة مفاجئة اللي بيحصل. على طول يحصل استيميليشن من البرين. تخلي البيتوتريجلانت تتنبه. بتوتريجلانت تطلع هرمونز معينة. تخرج من الادرين المضلة. الإبنافرن النور إبنافر. كلام ده مهم جدا جدا. علشان ما يجيش حد يتلخذها تقول الكورتوسول احنا محتاجينه الACUTE STRESS. محتاجينه اه بس مش زي احتياجنا للإبنافرن النور إبنافرن في الACUTE STRESSFUL CONDITION. زي حادثة زي ترومة مرة واحدة. حاجة مفاجئة. وده بيحصل انه بيجي استيميليس مرة واحدة للبرين. مرة واحدة لبيتوتريجلانت. مرة واحدة لACTH. إبنافرن النور إبنافرن. طب الخرونيك STRESSES أو STRESSES اللي بتمشي على شكل جراجول. يعني واحدة واحدة. بتعرض لضغط نفسي. بيتعرض لإنفكشن. بيتعرض لحاجات معينة. تحتاج هرمونز تخرج. بتعود مدة طويلة. لكن بتخرج بصورة قطع شوية. طب مين فيهم الجلاند اللي هتتأثر؟ طبعا الانفيرو البتوتريجلاند. هتطلع مين اللي احنا لسا قيدين عليه الACTH. هتشتغل على مين؟ هتشتغل على الثلاثة زونز اللي قلناهم اللي هما الجي اف ار اللي هي تطلع مين الثلاثة اللي احنا قلناهم ايه بي ايه اللي هما الدوستيرون كورتوسول اند اندروجين. طب الاندروجين هل هي مهمة بالنسبة لنا في السترس السواء اكيوت او كرونيك اكيد لا. بالمنطق احنا مش معقولة في السترس او السترس في الكنديشن هيبقى المخ بيفكر انه يطلع استروجين وتشتغل في المنطق لا. يبقى مين اللي اتنين الوحيدين اللي انا اهتم بيهم في الكرونيك سترس او الاسترس اللي بياخد وقتها اقل هما الالدوستيرون اند كورتوسول. لو انا اخترت واحد فيهم ما بين الالدوستيرون وما بين الكورتوسول اهتم بيه في السترس في الكنديشن اللي عايزة بقى بسرعة ارجع هارت ريت مزبوط بسرعة اضبط البلاد تاشر بتاع العيان بسرعة ارجع البلاد فوليوم بسرعة بسرعة. يبقى انا لو هختار من الاتنين هختار الالدوستيرون. يبقى في السترس في الكنديشن اول حاجة هتخرج الالدوستيرون يليهم الالدوستيرون. عشان اعرف الالدوستيرون بيشتغل ازاي لازم افهم حتة فيسيولوزي كده قديمة كلنا بنعرفها وعارفينها لك انا ما نيجي نسترجعها بتاخد مننا شوية وقت. هي سهلة خالص ان انا بشتغل على النفرون. لو نفتكر مع بعض النفرون كان فيه وكان فيه ربنا خليقها لازقة لازقة خالص جواها كثيرة جدا جدا بحيث كل لازق فيه طب لازق فيه ليه؟ علشان يساعد على وظيفة التيبيول الاساسية او اللي انا ممكن اقول عليها الوظيفة الوحيدة. اللي هي الري ابزوربشن اف سوزيم اند ووتر. طب لو انا جاني مثلا وضع من الاوضاع اللي هو مثلا العيان ضغطه. العيان بينزف بكمية كبيرة جدا العيان حصل له مشكلة حاد ده بحيث ان ضغطه وقع. فيه عندنا سيستم موجود ناحية الجلميريلس هيعمل سيستيميليشن للرنين سيستم. الرنين هيطلع الانجوتانسن والانجوتانسن يتحول بكونورتين انزايم وكاسكيد كده طويل لحد لما نفرز هرمون الالدوستيرون. زي ما قلنا الهرمون الالدوستيرون هيخرب. هيروح بسرعة على المكان الوحيد اللي هو بيشتغل عليه تقريبا وهو الرينال شبيولز في النفر. هيعمل ايه بقى الالدوستيرون هيوم عامل سولد رتانشن او سوزيم اند ووتر رتانشن يعني يعمل لهم على البلود بحيث تدريجيا نزبط البلوزوليوم وتدريجيا البلود فاشر بتاع العيان يعلى. طب هل انا عندي في الجسم كله كل الشانلز موجودة لازم ادخل حاجة واطلع حاجة مكانه. يبقى هبدل السوزيم والمية بان انا هدخلهم جوه البلود واخد من البلود حاجة انزلها في اليوم. هتكون مين؟ هتكون البوتاسيوم. يبقى انا الحاجة الوظيفة التقريبا الوحيدة للالدوستيرون هي كده احنا عدينا اول مطب عايزين نعديه في الادرينيالجلاند عشان نفهم انا في الاكيوت سترس او السلولي جرويين سترس انا حامل. طب تاني حاجة الكورتيكوستيرويد او الكورتيسول. احنا عندنا زي ما قلنا انا بيهمني الجي والف اللي بيطلعوا الاي والسي. طب ستي وزيفتها ايه؟ ستي بقى وزيفتها تقريبا الوحيدة. في السترس في الكنديشن ان هي هتقوم عاملة وزيفة مهمة ووزفتين مش مهمين او. ايه الوزيفة اللي مهمة؟ ان هي هتشتغل على البلوكوز. انا دلوقتي عنده عين. عنده مشاكل كتيرة ودخل حادثة وهيدخل عمليات وعنده انفكشن وعنده ايه قصة كده طويلة اموره مش مستقرة. طبعا محتاجه عشان اموره تمشي بشكل سليمي طلع طاقة. عشان نطلع طاقة احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بلوكوز. يبقى اتجاه الكورتيكوستيرويد او اتجاه الجلوكوكورتيكوز اللي طلع من الجسم اللي هي الكورتيسول ان هي تعمل نت هايبرجليسيمية. طب ايه السورسز او النت هايبرجليسيمية ده هتيجي منين؟ الجلوكوز ده يجيلي منين؟ هيجي من الجليكوجين. يبقى هنمسك الجليكوجين اللي ستورت في الجسم ونكسره. البروسيف عارفينها من زمان اسمها جليكوجينوليسس يعني انا بكسر الجليكوجين. ومس بس كده كمان ده انا حمشي بالسكة بالعكس عشان اعمل حاجة اسمها الجلوكونيوجينيسس عشان اطلع الجلوكوز بكميات كبيرة. ومش بس كده ده الجلوكونيوجينيسس والجليكوجينوليسس اللي موجودين. هيروحوا مع بعض وبسرعة يختركوا كل الخلايا بطريقة معينة عن طريق الهلف او الكورتيسول علشان يطلع يزود حروق الطاقة وخروج ووجود الجلوكوز جوه معظم الخلايا علشان اقدر ان انا اعمل بشكل كيف. طب بيه الوظيفة الاولانية اللي قلنا عليها اساسية ومهمة جدا. طب الوظيفتين التانيين ايه? والله هيشتغل على الاميون سيستم. يقعد بقى يضربوا 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 يبوزوا خالص فللالاسف العيان على اللونج ترم اكسبوجر للجلوكوكورتيكوز او الكورتيسول يبجي له حاجة اسمها انيون سابراشن. طب الحاجة التانية اللي مش مهمة برضو مش اساسية وللأسف بتعمل معظم. انه زود الاستيوكلاستيك اكتيفتي فيعمل وتلاقي العظم عمل يتكسر ويتآكل. لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الحاجات زي بتاخد مدة طويلة جدا. لكميات كبيرة جدا سواء اندوجينيس او اكسوجينيس كورتيسول. على فترات طويلة او لحد لما يحصل فعلا مشاكل في العظم ويتكسر والمشاكل ايه والاضرات الجانبية اللي كلنا عارفين. فاحنا كده عدينا المصطبة التانية اللي احنا بنتكلم عليها في الادرينالجلاند اللي هي مهمة جدا. شوف بقى ايه هي هنبدأ بقى دلوقتي نطبق شوية في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. زي اي جلاند في الدنيا. عندنا هايبو وعندنا هايبو. وزي اي جلاند في الدنيا احنا عندنا في الاندوكراين سيستم انا عندي جلاند الاساسية بسميها يعني عندي الغضة الدرقية بقول زي البرائميري جلاند. طبعا عندي الغضة النخامية اللي هي البتوتري بقول عليها السكندري جلاند. طب عندي فوق خالص بقى اللي هي اللي فوقيهم كلهم هما الاتنين اسمها يعني دي الترشيري جلاند او الترشيري كونترول. طيب احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اي جلاند بتفرز هرمون لازم هي نفسها تعاكس روحها. يعني ايه? انا عندي هنا في الادرينالجلاند انا طلعت الكورتوسول لازم اعمل حاجة اسمها ناجاتي فيدباك على البتوتري جلاند عشان ايه? امنع الاسي تي اتش وقول خلاص وقف انا تلاعت الكميات كبيرة انا مش محتاج انك تشتغل تاني. فاذا الكورتوسول نفسه لما يخرج والالدستيرون وكل الهرمونات اللي خارجة من كل بترجع للهرمون الرئيسي اللي خارج من وتقول له خلاص انا بأمرك ان انت تعمل ناجاتي فيدباك. مش بس كده كمان هي ممكن تطلع لغاية الهايبوتالامس وتعمل الهايبوتالامس هو كمان ماجاتي فيدباك. اذا هو الهايبوتالامس ممكن هو كمان يكون بيفرس حاجة لها علاقه بالادرينالجلاند طبعا. انا عندي هرمون مهم جدا. يمكن الناس كتير مش بتتكلم عليه اللي هو اسم كورتيكو تروفيك بليزنج هرمون. اللي هو سي ار اتش. يبقى تسلسل الاحداث من فوق لتحت. سي ار اتش اطلع الهايبوتالامس. سي اتش اطلع من البيتريتري جلاند وكورتوسول او اه يخرجه من الادرينالجلاند طب الالدسلول الكورتوسول. يعمله ناجاتي فيدباك لمين? يعمله ناجاتي فيدباك لله سي اتش ولم طبعا. لو انا عندي صالع بكميات قليلة Regelendetaanídان أو عيانة وبحالتها حالة. طب كده الناجاتي فيدباك حيتشعل نظبط يعيبقى الكورتيسول والالدسلول having قلييل جدا في الارض فمين اللي قوي الاستي ايش ومين اللي يعلى برضو كمان السي ار ايش. لكن احنا علشان محدودية طرق الكشف على الهرمونات دي فاحنا بنكتفي الحمد الله باللي هو الاستي ايش. يعني احنا بنقيس في المعامل بتاعتها. لكن بنقيس الهرمونات اللي خارجة من الغده نفسها وبنقيس الهرمونات اللي خارجة من الغده الساكندري وما بنستخدمش خالص ايه الترشري خالص. عشان كده انا عايزة قدام ان شاء الله لو تقابلنا في ده او لو حضراتكم سمعتوا حاجة لما قول يعني انا بتكلم على نفسها. لما قول يعني انا بتكلم على نفسها. لما قول يبقى انا بتكلم على يبقى انا بتكلم على نرجع للسلايض دي زي ما انا كتبه هنا عندنا الادرينالجلاندس اوردر. يا هايبو. قليلة. زي ايه زي ايه غدة. يا عالية. قليلة احنا بنقول عليها وطبعا الاختصار ده ده اختصار معترف دي في كل الدنيا اللي هو الاي اي. حتى الناس بتقولوا على طول اي اي بدل ما ناعد نقول هايبو ادريناليزم وادرينال انسافيشنسي وناعد نقول ونقول. لكن كلمة اي 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 ده اختصار معروف. طب الهايبر كلنا طبعا عارفين الكلمة الشهيرة اللي هي اسمها كوشنج سواء كوشنج او كوشنج سندرون. يبقى انا عندي الهايبو. طب الهايبو كده تفتكروا ايه اللي هيكون موجود. مدام هيبقى الهرمون الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الكورتوسول هيكون قليل. طب بالناجة الفيديباك لو هي اللي فيها مشكلة. بالناجة الفيديباك هتلاقي كمان عالي. طب لو المشكلة كانت في اللي هي اللي هي هلاقي الاسي تي ايه واطي والكورتوسول واطي. طب بالناحية التانية هايبر. لو هايبر يعني في زيادة في افراز هذه الغدة. لو انا بتكلم على يعني الكورتوسول هو اللي عالي هلقيه عالي قوي. وبالناجة في فيديباك المفروض انها تقلل الاسي تي ايه. لكن ممكن جدا يكون ده خارج من مصادر اخرى سواء من البيتوتر او من مصادر تانية زي ما حنشوف. فيطلع هو كمان عالي وبالتالي الكورتوسول عالي. يبقى انا لو بصيت كده بعيني كأني برجع لورا كده وببص عشان حط في دماغي وابدأ اقرب اقرب زي واحد شايف صورة من بعيده بيعملها زوم اين زوم اين لحد لما الصورة كلها تكتمل. الهايبو كورتوسول قليل الاسي تي ايتش قليل ولا واطي اللي اتنين. الهايبر الكورتوسول عالي الاسي تي ايتش واطي ولا عالي اللي اتنين. قالوا بقى نشوف مع بعض. عزن نعمل قاعدة عاملة. انا دلوقتي في معظم الغدد اللي احنا بنمشي عليها في الغدد الصماء. وطبعا على رأس القائمة اصعبهم هي الادرينالجلاني. لازم انا ابقى حاطت في دماغي انا بقيس ايه وبقيسه ليه? طبعا احنا بالبلز كده احنا عايزين نقيس الاسي تي ايتش والكورتوسول. احنا عندنا اثبات كتيرة قوي. طيب. انا لازم احط في دماغي طريقة معينة في التفكير. علشان اقدر امشي. زي ما انا بقول دايما ايه? انا بنط حصان. وبعدي علشان اقدر امشي واوصل للتشخيص حتى من غير مستعمل الجناتج. احنا في مصر هنا عشان احنا محدودي التكاليم يعني ما عندناش فلوس كتير. فده يعني لو ميزة ولو عيب. العيب ان احنا بنتاخر شوية بتشخيص العيان. لكن الميزة ان احنا كاطباء مصريين الحمد لله خارجين من الزروف دي. احنا عندنا قدرة هائلة على التشخيص والتفكير بشكل منطقي. يعني انا ممكن جدا اوصل لحاجات هما اصلا ما يكونونش بيفكروا فيها لان هما معتمدين على الجناتج بتاست. يبقى احنا هنا ممكن ان انا استخدم التحديد الموجودة اقصادي واستخدم موقع وافكر به بحيس ان انا اوصل لحد لما اعرف ايه التشخيص بتاعي بشكل منطقي وسلم. حتى لو التاست فلعت نتائجها مش مصري. طيب انا تلوقتي عزاك تتخيلوا معي سيناريو واحد عند كوشنج ديزيز. يعني ايه كوشنج? يعني عنده زيادة او فرق في افراز الغدة الادرينجلاند او الغدة الكاظرية. طيب. ايه الهرمون اللي احنا بننسه دايما الكورتوسول? طيب هو المفروض الكورتوسول ان ما يطلع يعمل ايه زي ما اتفاق انا يعمل ناجت كتير باك. طيب. هل لازم تيجي من الادرينجلاند? لا مش لازم. ممكن تيجي من الادرينجلاند. ممكن تيجي من التويتري. ممكن تيجي من مكان تاني خاص. ايه ده هو ممكن تيجي المكان تاني غير الاتنين دول? يس. ايه بقى الاماكن التانية? وجدوا انه فيه ساعات بعض الاوقات بعض التيومرز واشهرهم اللونج كانسر. الزكس الكبار مش موجودة كامل اوي في الاطفال. لكن بالزكس الكبار فجأة كده التيومر نفسه يتجنن ويطلع حاجة شبيهة بالاستي ايه. ومس بس انها شبيهة في الوظيفة. لأ ده احنا كمان لما نقسها بالمعمل هنلاقيها بتطلع كأنها ايه. طيب. انا بقى لما ايجي افكر كده بنفسي باللي انا تعلمته لسه في السلايد اللي قبلها. ان الكورتوسول لما يطلع. بيعمل ايه? بيعمل ناجاتف فيدباك للاستي ايه. طيب. الناجاتف فيدباك للاستي ايه ده. لو هي جلاند سليمة. هيبقى الاستي ايه هيقل له هيبقى تمام مشغال كويس. طيب لو تعبانة هلاقي الاستي ايه عالي قوي والكورتوسول عالي قوي من المعمل. اصلا من الاول. هبدأ افكر اقول اه لا ده شكله. الاستي ايه عالي بسبب حاجة موجودة في او حاجة موجودة برا. طيب برا فين زي ما احنا قلنا من لانج كانسل. طيب هل في تاست تفرق ما بين الاتنين? ياس. في تاست وده اللي هنتكلم فيه مع بعض حالا. يبقى انا عندي الكوشنج. انا بقيس الكورتوسول وبقيس الاستي اتش. لو لقيت الاستي اتش. قلعين. الكورتوسول France عالي خلاص. ده نفسها عالي وانا مش مستجهة اعمل التاست اللي انا هتكلم عليه ده الوقت. طب لو انا الكورتوسول والاستي اتش والاتنين لقيتهم عليينه متجننين خالص خالص خالص. هعمل التاست اللي انا هتكلم معكم عليه بالوقت. مش هقول على اسمه حالا بكن نمسي للسيناريو الاخر. السيناريو اللي بعده ان انا عندي الكورتوسول الالى اللى هو او نتكلم بقى زي ينسب SmashQL. او بيقول ان Kurt result سيطلع قليل يقول يا دكتور اه ادوري على ال ASTH. ادور على ال ASTH الا ايه على عالي. يبقى معنى كده ايه ان جلاند هي اللى بايزاو. طب لو دورت على ال ASTH لقيته هو واطي يبقى معنى كده ان هي اللي مش شغالة. فتعالوا نشوف مع بعض نستعرض التاست. لو انا بعمل حاجة اسمها يعني ايه دكسامتازون سابراشن تاست ده انا عندي الكورتسول طالع. طالع طالع بكيميات كبيرة جدا وطالع معا الاي سي تي اتش. انا لازم اتطمن لما انا ادي كورتزون من برة او المادة اسمها دكسامتازون هل اللي انا طلعتها هتطلع سابراسبل ولا لا يعني ايه سابراسبل? يعني اللي طلعت عندي دي بتقل ولا مش بتقل? وحنبص في السلايد اللي بعدها ونفق. طب تعالوا نشوف الترم التاني او التاني. لو انا هامل حاجة اسمها لا ده انا هجيبك من فوق بقى خالص وحشوفك. لو انا اديتك اسي تي اتش هل هتطلع كورتسول ولا مش هتقدر? تعالوا بقى نشوف ايه السيناريوز اللي ممكن تحصل لنا هنا عشان نبقى تهمين. نبص مع بعض كده على اول واحد خالص اسمه دكسامتازون زي ما اتفقنا. ما انفعش اعمله في عيان ايه اي? لازم اعمله في عيان انا شاكك في ان هو عنده كوشنج بيزيز او كوشنج سيندروس. في حاجتين عندنا انا بسميهم يا اما لو دوز دكسامتازون ستراشن تاس او هاي دوز دكسامتازون ستراشن تاس. هنا بقى هتيجي حتة ايه? حتة غلثة كده شوية في الادرينجلان. كل الناس بتتلخبط فيها ونمشي فيها مع بعض واحدة افت. يعني ايه لو دوز? يعني بدي جراء اوليية من دكسامتازون اللي هي وا ميلي جرام. يعني ايه دوز بدي دوز عالية اللي هي تمانية ميلي جرام. طب بدي تدوز في اليو دوز بديها الساعة كان بديها الساعة احداشر بليل وايه ستصف. خبح احنا كده متفسقين انه ده تاسه سهل. بدي للعيان ارس بالليل واحد ميلي جرام من الدكسامتازون. واقول له نام وصح السبح الساعة سبعة. قسلي التحليل. جاي التحليل بلو كورتسول او بهاي كورتسول. تعالوا نفهم مع بعض انا اديت العيان انا شاكت كثير ان هو عنده كوشنج واما اديته التحليل اللو دوس بكسامتازون حصل له الكورتسول بتاعه استجاب. يبقى ده عيان يعني عيان نورمال. مدام العيان استجاب للحاجة اللي انا بعملها يعني استجاب للستيميليشن اللي انا بعمله ازا الاكسس بتاعه اللي ماشي من اول الهاتف تالا مسلات في تويتري الادرينجلان سليم لانه احنا زي ما تعلمنا المفروض ان هو يشتغل ويبقى بشكل طبيعي لو هو عيان نورم. طب لو لقيت ان انا ايه ده ده انا بدي لو دوس بكسامتازون والعيان مش بيستجيب. ايه ده الكورتسول عمال يعلى وعمال يزيد وانا مش عارفة تحكم في العين اذا ده كوشنج سندرون. طب فاكرين اما انا قلت في السلايد اللي فاتل طب يا طرى ده كوشنج سندرون سببه مشكلة طالع من التويتري جلان ولا مشكلة بسبب ايه سيتي ايه سيكريشن. ساعتها لو انا تعرضت لهذا الموقف هو ما عامل حاجة اسمها هاي دوس دكسامتازون سبتاشن تاس. طب الهاي دوس ده ايه زي ما اتفقنا بدي تمانية ميلي جرام وايه ستاني ومسك. لو لقيت العيان الكورتسول بتاعه قل يعني بتاعه استجابه الكورتسول بتاعه قل ازن دي كوشنج ديزيز. يعني ايه ديزيز يعني ايه سيتي ايه ايه او يعني كوشنج طالع بسبب ايه سيتي ايه سيكريشن من اقولها تاني الحتة دي. انا هنا فكرت في الحتة اللي قبلها لما عملت ديكسامتازون لقيت الكورتسول فقمتقى له ايه ده كوشنج سندروم انا لسه مش مشخصه. هنيجي هنا عند الفرق ما بين كلمة سندروم وما بين ديزيز. سندروم يعني انا ببص على العياني. ديزيز يعني انا شخصه. السندروم ببص عليه على بعده وعنده بافلو هامب وعنده مون فيس وعنده بلاك تاشر عاري ووشه احمر اللي هو ايه? حاجات اللي احنا كلنا عارتنا. لكن انا هنا لسه معرفش. انا لسه ماش قادر اعرف الكورتسول العالي ده سببه من الادرينجلان تنسع ولا سببه من الاسي تي ايه او البيتريتري جلان. فما حعمل هاي دوز ديكسامتازون سابراشن ده. هلاقي الكورتسول استجاب بقى لما زودت عالي عالي. قالك لا انا ما قدرش على اللعبة دي. فسعيتها هقلل الكورتسول والاسي تي ايه هيقل. فهقول ده كوشنج بزيز. طب لو ما تفضلش ما ما تقصرش. فضل برضو ستيل عالي عالي بكميات كبيرة. لكن الاسي تي ايه بتدى يقل شوية فايه زن دي. فدرين الكوشنج. لو لديت الاسي تي ايه تي ايه فضل عالي قوي 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 بكميات مهولة. بيبقى ارقام الافات والفنات وحاجات ما بنشوفهاش كتير. يبقى دي ساعتها اكتوبيت ايه ايه سي تي ايه سي كريشن او اكتوبيت ايه ايه بتعمل لي كوشنج سندروم. والاكتوبيت دي زي ما اتفقنا بتحصل بسبب زي الشهيرة جدا اللي بيجي مع الانج كانسر. ارجو ان الحتة زي تكون وتحط والهاي دوز ديكسامتازون سابراشن تاست. طب تعالوا نشوف لو انا جيت عندي عيان انا شكر ان هو ادرينا فجيت عملتله زي ما احنا بنجيب العينين بتوعنا وبركز اوي 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 على كلمة تمانية الصفح. احنا عارفين ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الادرين جلاند ووظيفتها المسلى تشتغل ما بين ستة لتمانية الصفح هو ده اكتر وقت لو انت عايز تلقوا تعيين عنده تلقوته في الوقت ده. وطبعا ما بنقدرش نسحب للعينين عينات الساعة ستة الصفح فبنقول لهم الساعة تمانية مسلا نروح المعمل وقيس الكورتسول بتاعك وقول لنا تلعنا عندنا تلات سيناريو هاي. عندنا اكتر من خمستاشر مايكرو جرام بر ديسليتر بدا عيان نور. عندنا اقل من ثلاثة مايكرو جرام بر ديسليتر. لا ده عيان مش نور. طب اللي من ثلاثة الخمستاشر هو ده بقى اللي انا بشك فيه واهم اي لا لا ده انا مشتاج اعمل تاست جديد اللي لسه ايلين صرته اللي هو اسمه اي سي تي ايش سيميليشن تاست او ان انا بذي اي سي تي ايش طبعا كلنا عارفين هو موجود في السوق اللي هو السنكتن. وبعدين تلاتين دقيقة بالزبط اقوم ايسا الكورتسول. هيجيلي سيناريوهين كويسين وسهلين. عالي وتقدبة الادريني الجلاندلوش تغير تبقى خلاص ما عنديش مشكلة والاعيان ده طبيعي ما عندناش فيه اي فرام. طب والله ده تلع لسه قليل اقل من ثمانتاشر ساعتها هعمل مين صاحبنا الصدوق اللي هو الاي سي تي ايش لان انا كده اعز اعرف ماء الادريني الانسافيشنسي دي سببها من الجلاند نفسها ولا سببها من او الهاي بوثالمس سهل او اعرف. لما عمل الاي سي تي ايش ولاقي الاي سي تي ايش اولايل يبدأ دا يا بتوثري يا هي بوثالمس لو لقيت اي سي تي ايش حيالي يعني معنا كده ان الفيد باك شغال يبقى ده ساعتها من الادريني الاجلاند. عايز اشوث معاكم حاجة كده في السلايد اللي قبلها ممكن الترتيب هنا ما اخلني. الانتربيتشن بتاع التاست. لو لو دوز بكسا متازون تاست يعني ايه? طب انا دلوقتي عملت تحليل الدكتورة ومشيت مزبوط والدنيا كلها تمام بس ما قلت ليش ايه الاركام? هقول لك انا الاركام. لو لو لقيت ان العيان الكورتسول بتاعه اقل من يبقى احنا كده نورمي. عشان اقول عليه ان هو عيان الرقم اللي طالع لي قبل التاست لازم يقل بنسبة خمسين في المية عشان اقول ان ده عيان نورمي. ارقام اللي انا بقولها دي ارقام شديدة الاهمية اللي هما الخمستاشر ومن تلاتة الخمستاشر والتلاتة والناحية التانية اللي هما الواحد ونص والخمسين في المية اه من كتير جدا بتتعرض ان اتفحط تشوف قصادة التاست متبقاش عارف بشكل سليم. عالوا نرجع بقى حتى كده الاز شوية بدل بقى ايه اللعك والحاجات اللي احنا قلناها ذي كلها. هنعيد شوية من الكلام اللي احنا كلمنا فيه على الادرينال انسوفيشنسي زي ما احنا اتفقنا عندنا يا اما البرايمري جلاند نستهل فيها مشكلة يا اما السكندري جلاند اللي هي البيتري يامة التيرشي ري جلاند اللي هي الايبوفالانز. وطبعا زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا تلاتة هورمونز اساسيين اللي هما الاي والسي والاي اللي هما بيخرجوا من الجي اف آر من الادرينال كورتكس. طب البرامري ادرينال لها اسباب عزيدة عزيدة عزيدة. وسببها الرئيسي هو وعلى رأس القائمة هي حاجة جميلة لذيذة صعبة مريبة اللي هي او هي مشاكل في نفسها وحنعرف سببها ايه قدام ان شاء الله في طب لما بيحصل هنا كده مشاكل في مين اللي بيقل كل حبايبنا دول بيقل له اللي هما وكل حاجة بتقل. فمين اللي بيطلع او بقى هنا بكميات كبيرة. فما جئيس للعيان ده المعامل بتاعته. ولكن ده عالي بكميات كبيرة. طب ايه تاني ازباد كتير كتير كتير. بقى مليانة اي حاجة بقى اتضربت فيها فيها اي حاجة. بقى كده ده سعتها لها. لما اجي ابص على العيان لقي كل صحابنا وحبايبنا قليلين لكن مش دول بس. لان ده كمان الاسي تي ايتش واطي. فساعدها اقدر ان انا اطلب للعيان بخطوة المنطقية الوحيدة اللي جاية ان انا عمل عشان اشوف لو عنده او لو عنده او لو عنده او لو عنده اي حاجة مشكلة في طب يعني مش قامل قوي لكن طبعا ساعات بنشوفها ان انا هلاقي كلهم قليلين وهلاقي الاسي تي ايتش برض قليل بالمناسبة لما اجي اعمل الامر اي لان انا لو شكت في السكندري ادريني الانسوفيشنسي هلاقي ساعيتها الهايبوتالي مصطلع فيها او طلع فيها تروما فساعيتها اشخص ليه انا بقول كده لان احنا في المعامل بتاعتنا ما عندناش اللي اغشري ان احنا الاسي ار ايج. تمام. ايه بقى الاعراض اللي تخليني اشك في الادريني الانسوفيشنسي. انا شميعا اخترت الادريني الانسوفيشنسي. احنا نهاردة السلايز بتاعتنا هتتكلم على الادريني الاميرجنسيز. الجزء بتاع الادريني الاكساس. الهرمون اكساس مش هيبقى فيه اميرجنسيز اوي بصراحا. لكن الاميرجنسيز اللي قد توضي بحيات العيان وشفناك هكتير وهي الادريني الانسوفيشنسي. وعايزة اقولكم اكاد اجزم انه mفيش حوادث. ما بيجيش فيها عيان. عنده الانسفشنسي. العيانين اللي هم بتوع اللي هم اللي بيجي عندهم اللي بيجي عندهم في الاستقبال. او يجيب اعراض شخص اكبر شوية. يعني بنت عندها خمس ستة سبعة تمان سنين. او ولد. ويجيب اعراض كلها ذيج ذيج. نبص عليها كده مع بعض. عنده بقى شوية على انه يبقى عنده وديهايدريشن. لقيامة ناس كتير قوي من صحابنا واحنا حتى شخصين. جلنا اوقات في حياتنا نبقى مدوخين ونبقى ضغطين اواطي وهبطانين. ويا جوز يكون عندنا جزء شوية خفيف بسبب اي حاجة تعرضنا لها. ويتعدي والامور تبقى كويسة. لكن العيان اللي عنده مشكلة في مش هيعدي المرحلة اللي انا بتكلم عليها زي بالعكس هيوقع قصادك. فلاقي حاجات تانية زي الانيميا وتلاقي الازينوفيليا. زي اللي غريبة جدا. ممكن ساعات بنلاقيها في في ونعديها ونقول له اده الرجي اده براسيتيك انفكشن. معي انا عنده وعنده لازم افكر في الانسافيشن. نفعش بقى ان انا امسك البلاد الكترولايتس وما تعمل ليش زي منابه الارم لما شوفها في الحوادث. يعني لن تشفعنا اي شفع شفاعة من ايا كان بشر او لما نروح عند ربنا سبحانه وتعالى ونتحاسب ان انا بعد اما كنت علمت وعرفت بتاع الالكترولايتس ان انا ما طبقوش فعليا في العينين اللي اصاب. ما ينفعش تحت اي سبب او اي زرف. ننقف في الاستقبال. ولاقي عيان جايلي دايخ وتعبان وشكله ضغط واطي وي وي وي. كل ده ممكن اعديه. لكن ابص في المعامل بتاعته ولاقي الصد مواطي جدا. والفوتستيا معالي قوي اهم ايه اعديها واقول عادي اصل عنده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ولو انا عايز اطلع بحاجة وحيدة في الفلايج دي او في ال الان انا بعملها دي بان انا لو شفت عيان وانا مش شاكك في حاجة. ما عنديش معلومات وخلاص. وربنا مساعتنيش ما عارفتش. لكن اشوف اصادي. صد مواطي بارقام محترمة. والفوتستيا معالي بارقام عالية. وان انا مفكرش بقدرين الانسافيشنسي. انا العيان ده موته هيكونه على قدية انا. للأسف. ليه بقى يا ترى الصودين بيبقى واطي? وليه يا ترى الضغط بتاع العيان دي قيل? وليه بيحس بيتسفل دي هايدريشن? وليه البوتستيا بيعلى? نرجع من نصف ساعة كده فاتت وان احنا قلنا بيجي على ويشتغل النورم البتاعه انه يعمل 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 فلو هو مش موجود هلاء البوتستين بيبقى رتينز الدم بكميات كبيرة والسودين والووتر بينزلوا في اليورين بكميات مهولة. فالضغط بتاع العيان يقل وكل حاجة تتشغل في حياة العيان. وهو ده السبب الرئيسي لموت العين. حاجات تانية بقى زي ديبراشن وثتيج. حاجات تانية زي دعرية وعايز اقف عند الحتة زي كتير كتير كتير. اولا الدايرية في الانسوفيشنسي. لكن تقريبا مفيش عيان عنده مش هيشتكيه لك عشان كده انا كطبيب اطفال صغير او كبير او اي تخصص وانا قاعدت في الاستقبال لو جات لي بنت او ولد او اي عمر في اي وقت بشتكي من والفوميتنج ده نت بدائرية يعني ما هواش الفوميتنج اللي موجود ده انا مش قادر اعمله لأي مرض يجوز يكون موجود في العيان يعني مش مثلا عنده مش مثلا عنده او بقيت اسباب يبقى انا ما ينفعش ما فكرش عاجات تانية بقى زي وحقف هنا حتة كده زغانطوطة احنا زي ما اتفقنا ان انا لو عنده مش مش شغالة وعندي الكورتسول قل فالاستي ايتش عالي لما الاستي ايتش بيعلى هو عنده حاجة اسمها ميلانوسايت استيميليتن هورمون يعني ايه يعني هو كمان عنده قدرة انه يعمل تصبغات في الجسم فنلاقي العيان اللي بقى له مدة طويلة يعيني مش متشخص وتعبان ومتبهدل وعنده كورتسول قليل والاستي ايتش ارقام خلاكية هلاقي العيان ده جاي مسمر وخنشوث مع بعض حالة هتبقى شكلها عامل ازل بالاضافة الى شوية بقى ويكناس وتعب في العضلات كلها حاجات تعالوا نعمل مع بعض في غاية الاهمية بيحطيلي الاسباب كلها مع بعض الاجوريزم ده انا اللي عامله بيحطيلي الاسباب كلها مع بعض وانا شخصيا بفكر فيه step by step ازاي انا جيت دلوقتي عندي عيان انا نشاكك ان هو قادرين الانسافيشنسي واحنا قلنا ان انا لما يجي ايس مين اللي اتنين المهمين اللي انا بقسهم هما الاسي تي ايتش والكورتسول حدها هيسألني سؤال مشهور ايو 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 هو انت ليه مش حتى الاسي تي ايتش ستموليشن تاست في الحياة اللي عامنا وفي التطبيق العملي الحقيقة مش بنحطه بنعتمد على دول لو دول طلعتهم مشكلة بنالجأ بعد كده لكن في ان شاء الله تسعين او تمانين في المية من المعامل بازن الله تطلع لك نتائج دقيقة تقدر تعتمد عليها وتوصل للتصول يبقى اول حاجة بمجر الكورتسول مورنينج 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 زي ما اتفقنا الساعة 8 الصدق فقيس الكورتسول والاسي تي ايتش معنا عندي توسي ناريش يالاسي تي ايتش عالي الكورتسول الواطي يالاسي تي ايتش واطي والكورتسول الواطي طبعا احنا هنا بنكلم على قدرين بكل المقيس الكورتسول بتاعنا قليل هنشيل الناحية التانية ونمشي سيناريو السيناريو انا الوقت عندي عيان لقيت الكورتسول بتاعه قليل والاسي تي ايتش بتاعه عالي طيب من ضمن الاسباب اللي احنا يمكن ما جبناش سريتها قوي لكن احنا بنشوفها كتير قوي احنا في حياتنا العملية ان احنا نلاقي انتي بودس مسكة الاندوكراين سيستم كله تمسك الفايرويد تمسك الفايرويد تمسك الفانكرياس تعمل دايبيتس تعمل اوتو اميون فاثولوجي في حاجات كتيرة جدا 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 والاسف بيتوه عندنا في بعد الاحيان الانتي بودس اللي بتوجه ناحية الادرين الجلاند ان احنا في مصر هنا ما عندناش اللاكجري بتاعه ان انا ايس الادرين الانتي بودس لكن طبيا ومن ناحية الاكاديميك اه انترست لازم ان انا اجيب سببا فبقيس بعدها الادرين الانتي بودس انا الوقت عندي جلاند بودس وعندي اسباب كتيرة جدا بفكر فيها اللي اسهلهم ان انا استبعدهم من الاول هو الادرين الانتي بودس لو ادرت ان انا نعلم طلعت هفكر في حاجة اسمها اوتو اميون وطبعا احنا اكيد كزا حد فيكم شاف منها حالات كتيرة قوي بيجو زي ما قلت في حاجات في الفايرويد يجي لهم فيتليجو يجي لهم معينة مميزة كده لما بتشوفها ما بتنسهاش خالص واحنا لو احنا شخصيا لقينا عيان عنده اتنين اندوكران جلانز بايزين بالذات لو بنت في سنة ماينفعش ما عملش ايه ما قسش الكورتزول لانه الادرين الانسافيشنسي اللي عندها للأسف بيكون طيب طلع ادور في بقية الاسباب وانا رصاهم بحسب اهميتهم ده مين ده هنعرفه قدامه ده لو طلع عالي ده شخص الكونجانات الادرينو طب ايه البي ال سي اف ايه ايه ده خيشخص برضو حاجة تانية اسمها وحنجي بصريتها قدام في حاجات تانية ان جلان نصع بازد بقى بيبي تولد وتشاد بجفت فينطوز فحصل له ادرين الهامردش بي باري 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 كومن وبنشوفها كتير بيبي جاله في جسم كله جاله سابسس في الادريني الجلاند بجوز او بيبي جاله بالزاد في كيد نيزو عمل على الادريني الجلاند. طيب السيناريو التاني طلع الالي والكورتسول الالي لازم افكر في مين اللي هي طلع عندي سواء في البيتويتر جلاند او الهايبوتالمس انا كده شخص العيان والموضوع سهل واخلصة. طيب طلع ما عنديش بتويتر ريفايندين. افكر في حاجات تانية بتأثر على الاي سي دي ايج. زي كورتيكوستيرويدز. ايه ده? ايه كورتيكوستيرويدز دي? عندنا العيانين اللي هما زي السيستامك لوبس ريسروماتوزوس. اللي بيمشوا على على كورتيزول من بره وبياخده ادوية وبياخده عايشين حياتهم كده ربنا يشفيه. العيانين دول من كتر ما بياخده كتير 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 من بره ايه اللي بيحصل? الجسم مليان كورتيزولي ومتشبع من اللي احنا بناخده من بره اللي بنسميه ايه 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 بس عايتها تطلع على الاستي ايه وتقوم اللي لا من فوق. ومش بس كده ده انا لما جاء ايس للعيان هلاقي الكورتيزول واط. هتقول لي طب ازاي دكتورة الكورتيزول واط ما بياخد من بره. لا الكتس بتاعتنا اللي بتيجي تقيس في المعامل بتاعتنا بتقيس الاندوجينس كورتيزول. يعني انا مسلا لو عيان سيستامك لوبس وجيت قلت لها بعد ست سنين اه من بره. تعالي يلا اسلك الكورتيزول هيطلعوا الاتنين قلقين رغم انها بتاخد دوزز في كافة مصر كلها. يبقى ده معناه ايه? معناه اننا العيان ده لما باجي اقس له الكورتيزول في كل حالاتي وده على فكرة من فضل ربنا يعني ان انا لما بقسهم بقيس من جوه. طب هو قال لي ليه? بسبب لانها بتاخد من بره كميات كبيرة. طيب. في حاجة تانية بقى زي هات تروما زي ايه? سيناريو ستاني. تعالوا بقى نشوف مع بعض اول الحالة نطبق فيها بقى كده ونشوفكم ايه عرفتوا معنا ولا نعيد بقى السلايد كلها من اهو. اول عيان ميت بيبي اغف واحدة اسمها ايتش ايه عند اسبوعين. البيبي ده احنا قلنا عليه بيبي ليه? ليه ما قلناش ولد ولا بنت? هنعرف. البيبي تولد من مكانش فيه مشافيك الحامل. لكن الام بتاعيتها مش حالة وعندها اتنين ماتوا قبل كده. وعندها ولد عيش. عندها اتنين ابورشن. والابورشن بتوعها كلها في الفيرس تريماستر. يعني طبعا احنا زي ما علمونا زمان بتوع النساء ان الفيرس تريماستر ايه ابورشن ده مشاكل في الفيتس نفس. ولما تولد دكتور الاطور لما استلمه لانه عنده مش قادر يحدد البيبي ده ولد ولا بنت. يعني قالوا بيبي اف كذا الحين ما ايه يبن له صح. البيبي ولد بياخد والدنيا تمام. وبعد كده عند سن خمس سيام ابتدأ يرجع بكميات مهولة. وانا عاملة هنا بالاحمر ومش كده دائرية. لان انا هنا طبعا منتظر السؤال الطبيعي هل في دائرية? هل في حاجة ثانية تفسر ده? هل بياخد وهو للبومتنج? لا. كان بياخد وعند اليوم الخامس بدأ يرجع بكميات كبيرة. طيب للاسف الولد ده تشخص على انه عنده ولد او بنت الله اعلم على انه عنده جرد. يعني انا معترضة على التشخيص ده لان جرد معروف ان هو مش هيجي في اول خمس سيام من العمر. يعني هيجي قدام شوية. مش هيجي كده. لكن لما جينا بصنا على الولد الان عنده الولد تعبان وعياته مش حل. يعني الولد مش مريض. لما يزينا نبص عليه اكتر شوية بشوف قصادك الولد بعنيك كده تقدر تطلعه ان هو وانه هو وانه عنده وعنده ويك كراي. ما ينفعش بقى الطفل. عنده وليسارش. وعنده ويك كراي. ما تبصش على بقية الحاجة. ما ينفعش ما تقسش البلد تراشر. ما ينفعش ما تقسش الحرارة. ما ينفعش ما تقسش البلوكوز والسوديم والبوتاسر. البلد تراشر هيبقى واطي ليه? الفيسيولوجي بقى يلعا هنا. البلد تراشر هيبقى واطي لان الالدوستيروم مش موجود. هو الالدوستيروم كان بيعمليه كان بيعمل سولت ويعمل بتاسم اكس كريش. ببص تحت كده خالص هتلاقي السودوم واطي والبيتاسم عالي ازا الالدوستيروم عند الضرب واضح في تلات حاجات. هايبوتنشن واضح في الهايبوناتريميا وواضح في الهايبوناتريميا. طب الهايبوثيرميا بتحصل ليه? تمام ان هو الكورتيسول في الضرب واضح في اللي بعدها اللي هي الهايبوغلاسيميا. مش احنا قلنا ان الهايبوغلاسيميا دي لو الكورتيسول نورمل في الفيسيولوجي بتاعه بيجيب ويكسره ويجيب بلوكوز ويعمل بلوكو نيوجينيسيس. طب لو هو مش موجود هنعمل ايه? كل بلوكوز سفلاي والانجي سفلاي اللي وصل للخلايا هيبقى قولي الاولي فتلاقي العيان يجي لك سكر وهابط ضغط وواطي وسقعين. طب هو سقعين ليه? عشان الجلوكوز قليل. فهنا واضح من اللي انا لقيته هنا ان انا عندي اتنين ادرينا الهورمون مش موجودين. اللي هم الالدوستيرون والكورتيكوز ايه الكلوكو كورتيكوز اللي هو الكورتيسول. طبعا يا صديقي العزيز ما ينفعش ابدا 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 ما ندورش على الجانتالية. وارجوكم ما فيش عيان يفوت من تحت ايدك ايا كان عمره. ايا كان عمره. ايا كان عمره. اول مرة هتشوفه في حياتك في العيادة هتشوفه في الطوارئ في اي مكان. ايا كان في اعراضه ايا كان عمره اللازم تبص على الجانتالية. اوقات كتيرة جدا يعيني بيبقى فيه عيان عائنين كتير مسك. بيبقى الكلو هي الجانتل سفت. نحن وبصينا على الجانتالية هنا في العيان هنبص نبقيها غريبة. كيف مفهوم? احنا عارفين ان الجانتاليا في البنات بيبقى فيه يعني يعني بيبقى الدنيا مفتوحة. والولاد دي بقى في فيوجن. هنا في الوضع مش وضع. نباين من فوق هل ده كليتورس ولا ده كينس. طب هل الاتنين اللي منفخين دول دول سكروتوم ولا ده ليبيا. طب هل ده ده ماجينا سلت ولا ده رافي بتاع السكروتوم نسبية. فايزا العيان ده لما تجتمع في الحاجات دي كلها لازم افكر في قدرين الانسافيشنسي. تعالوا نشوف. على الالجوريزم اللي احنا مقلفينه ده اخباره ايه. انا بمجر المورنين كورتسول والاسي تي اتش. اس الاسي تي اتش لقيته عائل. واست الكورتسول لقيته واط. فكر في مين? قدرين الانتيباضيس. طبعا الانتيباضيس مش كامل في سنة خمس تيام ده اكيد يعني اولا اشباعين. مش معقولة تكون موجودة. فهي مش موجودة. فايزا نستطيع عنها. هي ناجت. اما ناجت ببقى حنفكر في مين في اللما دي بقى كلها على بعضها. سواء الادرينيل او الادرينيوليكو ديستريفي او الادرينيال اميجينج. الاقي فيها هاميرج او انفكشن او تيومي. لما اجتمع الثلاث سيناريوهات دي. يعني شيء في غير واضح تحديد الجنس فيه. ما ينفعش وما نفكرش في كونجانت القادرينيال هاتروكليزيا. مش بس كده. ده يعني العيان ده يعني العيان ده حيموت لو انت ما تصرفتش دلوقتي حالا. بقى اللي موجودة عندنا لازم نعرف حنتصرف ازاي. انا بالوقتي انت بتقوليلي ان دي حاجة اسمها كونجانت الادرينيال هايكروكليزيا. هو ده ايه يا دكتور? هقولك ان احنا عندنا في تصنيع المنيراليكورتكويد في هون بالالدستيرون. وفي تصنيع الجلوكوكورتكويد وفي تصنيع السكسستيرويد جوه الادرينيال بيتم كل الكاسكيد ده. طب جوه الادرينيال بينسك حاجة اسمها كولسترول. هو الاب الروحي لتصنيع التلاتة هرمون ده. الكولسترول ده بيمشي في كاسكيد انزيماتيك جبهيز فيهم تلات انزيمات مشهورين جدا جدا. ثري بيتا ايش اس دي والتونسيون هيدروكسيليز والالفين بيتا هيدروكسيليز. يمشوا من حتة الحتة الحتة لحد الأمال يشألوا للنتيجة النهائية اللي هي تكوين القالدستيرون تكوين الكورتوسول وتكوين السكس ستيرويد. طيب فكذين زمان احنا في في الكامستري كنا بناخد لو سكة وقفت في مكان بنحوض ونروح مكان تاني. طب هنا ايه اللي بيحصل? في العيان الموست قومن تايب اف الكونجانات الادرينيال هايبروفليزة هي ديفيشنسي اف الـ 21 هيدروكسيليز انزام. ايه اللي هيحصل? هلاقي الالدوستيرون والكورتيسول هيقلو. ومين اللي هيزيدو? الناحية التاني. اللي هي الاندروشنس. فده عيان جوا بطن ممتو? عندو مولود بيها من العيلة للأسف هو. بيبع عندو مشكلة في الـ 21 هيدروكسيليز انزام. فبيتكون عندو بكميات كبيرة جدا. السابنتين هيدروكسي بروجستيرون هو السابنتين آآ آآ هيدروكسي آآ هيدروكسي هورمون. ده بيتكون بكميات كبيرة جدا. فيخلي الباسوي تحود على النحية اليمينزي. فلاقي الاندروستين دايون عالي. الديهايدرو ايبياندستيرون عالي. التستستيرون عالي. والديهايدرو تستستيرون عالي. كل دول يالو 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 كميات كبيرة جدا. فلاقيه العيان ده. ضغطه واطي. عندو آآ سوديوم واطي. عندو بتاستيام عالي. عندو سكر قليل. ساق عال. ورغم كده عندو حاجة اسمها. ايه بقى تيرم ده معناه ايه? ده معناه ان انا عندي شخص في الاغلب بتكون انثة. والانثة دي تتعرض لكمية اندرجن. لكمية كبيرة جدا. هي جوة بطن ما متها. فاسناء تكوين الجهاز التناسوري الخارجي بتاعها يحصل للاندرجن. فتقوم عاملة حاجات شبيهة بشكل العضو الزكري وشكل الجهاز التناسوري الخارجي للذكور. بس في الكونجانت الادرينال من حسن حظنا يعني ومن رحمة ربنا بالاطفال دول التكوين الخارجي ما بيوصلش للمراحل الاخيرة. يعني بمعنى ايه? انه ما بنوصلش لمرحلة نهاية ما زي الولد بالزبط. دي رارة على فكرة مش حاجة كومن اول. ومش بس كده كمان لا ده ربنا بيخلي العيان ده يتأثر بتأثير ان السودون قليل والمية قليلة وتتسم عالي وجلوكوز قليل فالعياني منفست بدري جدا جدا فيجي لك بحاجة جايلك على طبق من ذهب تقول لك خد بايلك العيان ده شكله في مشكلة فتبدأ انت تشخصه فتبدأ تزبط الجندر بتاعه فتبدأ تعمل عملية للبنت بحيث انها تتعدل. وطبعا تحافز على حياة هذا المريض لان المريض اللي بيعيش من غير قلدوسير ومن غير كورتوسول لا يستطيع الحياة وبيموت على طول. تعالوا كده نشوفها بشكل يعني ايه? شوية. الانزايم اللي مسؤول عن اشهر نوع في اللي احنا قلنا عليه اسم تونتي وان الفا هيدروكسيليز انزايم. في ميتيشن جناتك ميتيشن بيحصل في المكان اللي انا كانت بادة يحصل في المكان ده فالانزايم ما يتكونش. ايه اللي يحصل? بص الاقي مش قادرة تطلع الكورتوسول والالدستيرو. وبص الاقي عملها تطلع بكميات كبيرة زي ما احنا اتفقنا عشان تخلي الادرينجلانت غصبا عندها اشتغل 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 اشتغل. فالادرينجلانت تتعب وتفرفر وتطلع بقى كلاكيها كلاكيها. فتلاقيها من برة حجمها كبير جدا. مش بس كده دي كمان ممكن يبقى فيها اف ادرينال شومورس. تيجي انت تقسل العيان ده تلاقي الكورتوسول اولاية تلاقي الالدستيرو مواطس تلاقي الاندروجينز ارقامها في السماء زي ما يكون زكر بالغ كبير عنده اندروجينز انت بتقسهله بعد البلوغ. يعني بتخيل طفلة عندها خمس ايام او ست ايام بين يبقى عندها تكفيها كانو زكر بالغ كبير الوضع يبقى عندها عامل طب الرسمة دي توضح او الرسمة دي توضح بقى حاجات كتيرة جدا من اللي احنا قلنا له. وبصوا على الهايكوثال امس من فوق. احنا قلنا اللي هو السي ار ايتش. سي ار ايتش لما يعلى يدخل على يطلع ده يشتغل على هتطلع الكورتوسول وتطلع الاندروجينز وتطلع الالدستيرون. لو كل دول بقى بايزين 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 الادريناجلاند هصل لها مشكلة بسبب الاسي ال audiences Lisa اي ايتش او تطلع هتلاقي الكورتوسول واطي هتلاقي الاسي تي ايتش عالي هتلاقي اسيee ار اف عالي فهتلاقي كمان الالدستيرون واطي هتلاقي السود센ه قليل واطي واتلاقي البيتاسيام عالي جدا عند العين. مين اللي هيبقى استيمليت تاني لو تفكروا اللي احنا قلنا هتلاقيهم برضو هما كمان فعشان كده لو في ناس عايزين يقيسوا الرنين بيشوفوا الرنين يلاقوه عالي كميات كبيرة جدا ويقيسوا الالدستيرون يلاقيه واطي لكنها الحقيقة انا دايما بقول يا جماعة احنا في مكان وعند ناشي اللاكزوري ان احنا نقيس ونعمل وندفع فلوس كتير اعتمد على الحاجات اللي عندك وصادك واعتمد على البيتاسم والسودوم والداتا اللي اصادك وتقدر توصل للعيان بمتهى السمول عندنا جايدلاينز كتيرة 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 بتتكلم بقى عن الحاجات دي انا بحب البروتش سوسايتي بتاعتنا بتكلم دايما ان انت لو شكيت في عيان ادريم الانسوفيشنسي بزي لازم تكون يعني ما تكونش مفسرة بمرض اخر يعني انا عندي نيونيت اتولد الام عندها يوتق متوقع ان الام دي هيبقى عندها انفكشن فهتنقله للولد فهيجيله سبسس فهيجيله اعراض شبيهة بال لكن يا استاذي العزيز ماينفعش ما تعملش الادرينال هورمون وما تعملش الكورتسول وال والسودوم والكتاسم ارجوك وما تقسش الضغط والجلوكوز وساعدتها لو انت شخصت من العيان لازم تحبقى حاطة في دماغك ان انت هتخش في موض يعني ايه موض يعني تقل كده فرصة اللي استقباله وتطور وتقوم قايل انا عندي عيان ادرينال انسوفيشنسي لازم بسرعة العيان ده ياخد هيتاخذ ان لس دان نص دقيقة هيسيف حياته العمر كل متخيلين؟ طب ايه هو العلاج ده؟ هو هايدرو كورتزون في منتهى السهولة ومنتهى الوضوح هو الام حتى يعني احنا مش تقول بين منك تدي اي دي ولا تركب كانيولا ولا تعمل لا يا دكتور ادخل على طول بالام بحسب الجرعات اللي انا حدها لك دلوقت لو عيان اقل من السنة الاولانية هتديله خمسة وعشرين ميلي جرام هيدرو كورتزون وبالمناسبة الهايدرو كورتزون بيضع في صدرية تحت اسامي كتيرة جدا اشهرهم طبعا ايه الادوية مش لازم نقول اسماء علشان السلايدز بتاعتنا بس حاجات كتيرة قوي منهم مسلا تركيز ميت ميلي جرام فاحنا مسلا لو خدنا ربع الامفول للعيان الاولاني بتستنى الاولانية السنة الاولانية من العمر وعلى فكرة انا كاتبة هنا في الفلايد من فوق فور كوميونيتي يعني معناها ايه لو انا شخصية في الشارع ورايحة عنده صيدلية بقولوا الحقني بسرعة ديني هيدرو كورتزون ده ولد عمره اقل من سنة بحيقولي هتديكي ربع الامفول عشان نبقى فاهمين من سنة الخمس سنين بزود شوية تبقى خمسين ميلي جرام من ست سنين ثم اعلى بيكون ميت ميلي جرام في المستشهى بقى انا بعمليه في المستشهى بقى انا عندي العيانين بقسمهم وطبعا عن حسب بتاعيتهم لهو العيان عنده سيفير 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 ده انا ممكن اوصل افتو ميت ميلي جرام عايزي بولس يعني مرة واحدة احقنه ميت ميلي جرام او ان انا امشيها بالوزن اللي هي اتنين تقريبا ميلي جرام لكل كيلو يعني الوزن في اتنين وادههم لو اي في بس الماكسيمم بتاعه ميت ميلي جرام وبعد كده امشيها كل ست ساعات طالما دخل الرعاية والامور تبقى كويسة لو العيان ببدأ اقل للجرعة بدل ما هي تبع في الوزن بخليها اد الوزن بالزبط كل ست ساعات لو بدأ بعد كده العيان بيتولريت بحث بالجرعة بكميات معينة اه دي يمكن شوية بحث بالجرعة حسب بتاعت العيان وبديها له وبقول للعيان بص احتياطي في كام يوم الاولانين اول يومين تلاتة عشان انت لسه ضعت الجرعة اللي المفروض تاخدها بدل ما مسلا ان افترض كنت بتاخد خمسة ميلي جرام في اليوم ممكن توصل عشر او خمستاشر يومين تلاتة الى انت تعدي المرحلة اللي فيها مشكلة وايه وامورك تمشي بعد كده بشكل سليم فحدها يسألني يقول لي ازاي بتدي اورل تابلت مثلا لطفل الحقيقة احنا بنعمل كده حتى بداية من سن تلات سيام بنعرف ندوه بالقرس لان هو الحمد لله سريع الزوبان بيدوب بيبقى زي الفل وبيتاخد بالسرنجة ولو الطفل يرجع بنصرع ننسح الام انها ترجع تضيله الدواء بشكل متكرر تاني وطبعا بنزود حاجة اسمها فلودروكورتزون ايه الفلودروكورتزون ده اللي هو المنيرالو كورتكويد اللي بقى مش من الجسم ده اللي احنا بنزي من بره احنا من جوه الجسم بنقول من بره بنقول كورتكوستيرويد في الالدستيريوم نفس الحاجة ايما منيرالو كورتكويد من جوه او من بره بنسميه فلودروكورتزون وما ننساش صاحبتنا الجميلة اللي هي الايفي فلود ولازم امشي العيانة على واحسب لو فيه علشان العيان ده طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى مش قادر ان هو ياخد اي فل لحد لما بتاعته نبص بقى على العيانة التانية الجميلة السغنونة اللي اسمها فريدة عندها تسع شهور العيانة كانت هالفي عندها شهر خالص وبعد كده اتشخصت انها قالها يعني عندها بيجي لها حساسيات وبتاعة وبتاعتها نبكين راش فبتضطر تروح للدكتور وبقالها ست شهور بتحط كورتكوستيرويد كريم للنبكين راش بتاعها الام مش جاية عشان الموضوع ده خالص هي الام جاية علشان شايفة ان بنتها زادت في الوزن قوي وان عندها شعر كتير قوي في الشهر وبعدين كانت قاعدة مع حد مش حبا فحد قال لها ايه ده انت ازاي بتدهني الكريم ده ده عمرها بياخد في كريمات فيها كورتزون وده طبعا كمية مش طبعية وبعدين شررت الام انها توقف وده شكل البنوتة ان هي طبعا واضح ان حاجبها فيها شعر كتير المستاشئرية على النوز واضح طبعا الاكساسي اللي هي فيها وان هي شكلها مزربة حبيبتي يعني هي مشاكلها سطفلة سعيدة بتضحك شكلها مزربة طيب. البنت دي لما جينا نبص عليها لقينا البلاك تاشير بتاعها حال ايه ده? ده انا مش شكك بقى كده خلاص فقدرين الانسافيشن وما جيت حطيت البلاد تاشير على السنتايلز لقيت انها على التانث برسنتايل. نوع بقى عند الحتة دي علشان الواحد دايما لازم يراجع نفسه ويفكر في الحتة دي كزا مرة. انا لما بجي قيم وضع بلاد تاشير طبعا لازم احطته على بس العينة دي بتاخد كسيكو سيرويدز بكميات كبيرة جدا جدا من برها. فطبعا كان المفروض يكون البلاد تاشير بتاعها عالي. بس الام استجابت لكلام صاحبتها ووقفت الدواء بقالها تلات اسابيع. فما وقفت الدواء بقالها تلات اسابيع هي البلاد تاشير بتاعها. بعد اما كان عالي جدا. اباف مثلا افترض الناينسي فتس برسنتايل لا ده نزل للتانث برسنتايل. بالنسبة للبنت دي ده هبوط حد في الضغط اول في السابق. مما تجي تقيم وضع طبعا مهم ان انا اقول ده عالي ولا واطي. لكن مهم ان انا اعرف بالنسبة لظروف الحالة اللقصادي ده منطقي ولا غير منطقي. العيانة اللقصادي شكلها كوشنويد. صح? لكن هي كوشنويد لكن بالرغم من كده هي بتاعها عالي. اجي احط الويت لقيت الويت على احط الهايت لقيت الهايت على طب ليه؟ ليه؟ رغم ان العيانة دي شكلها كوشن. المسال حقيقة السنة الاولانية من العمر ما عدتهاش. فالوقت اللي كان هتقعد فيه وتمشي على كورتزول لمدة طويلة وتاخد وتاخد. لسه ملحقش يؤثر على الطول النهائي بتاعها. هي على 50th percentile. الحمد لله ان الام انتبهت وجات عندنا. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعالج العيانة بشكل سليم. لما جينا بصينا على العيانة لقينا hair all over the face دايما شفنا. لكن مفيش ولا pubic hair. يعني مفيش شعر بينمو في غير الاماكن الطبيعية لزهور الشعر. what to do next نرجع للالجوريزم الجميل بتاعنا. اما جينا نيس الكورتزول مورنينج والاستي ايش مورنينج. لقينا الاستي ايش وات. والكورتزول وات. هل انا متوقعة كده؟ مليون في المية متوقعة. واما عملت امر اي على البتروتري لقيتها negative. ما عنديش حاجة في البتروتري لها. يبقى انا هخش في الحتة الاخيرة الجميلة اللي فيها يا اما اكسوجنوس كورتوكسترويد من بره. يا فيها هات تروما. يا فيها وفيها وحاجات تم. يبقى انا هنا طبعا متوقع ان بسبب الاكسس كورتوكسترويد انتك from outside العيانة دخلت في ادرينال او secondary adrenal insufficiency. مهمة اوي اكوردنج لبريتش توسايتدي ان انا لما يكون عيانة بياخد كورتوكسترويد من بره الاي سر. بياخد بقى اطراف لعنة. بياخد لوبس وبتاخد كورتزوم من بره. حد عنده برونكيا الازمة. لازم اعمل very 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 gradual withdrawal of the with an eye انا عملها بالاحمر on the pituitary adrenal axis واحتمال العيان ده يحتاج hydrocortisone. يعني ايه an eye on the pituitary adrenal axis باتفق مع العيانة دي اقول لها بصي انت بنتك دلوقتي الغدة القذرية بتاعيتها ما بتفرسش هرمونات خالص. والهرمونات اللي هي مطلوبة اللي هي الكورتوزون والالدستيرو مطلوبين للحياة. لكن لما يكون من بره الجسم اتعرضت لكمية كبيرة جهة والجسم نايم شوية بياخد وقته ويقوم. هتقول لي طب يا دكتور الحقني وديني من بره هقول لها لا في الاغلب مش هتحتاجي. لكن اللي انا هعمله ان انا هتبعك بشكل قريب كل شهر لثلاث شهور ثم كل ستة شهور وممكن نمتد ابتو سنة لغاية لما في تويتر جلاند ترجع تشتغل والناجاتف فيدباك اللي قلنا عليه اللي موجود على الكورتوسول يرجع تاني ينتج بكميات طبيعية كل ده انا ماشي معاك فيه وهطلب من الام على طول تبضلي قريبة على طول اللي بقليكي اكسس للمستشفى بشكل تمام وما تبقيش بتبعيذي خالص عننا وتبقي دايما قريبة من المستشفى مش بس كده انت لو العيانة تعبت او جالها اي مسلا اه اعية او جالها اي حاجة لازم على طول تجدها المستشفى لان احتمال تكون دي عليها وتكون محتاجة في الاوقات دي انها تاخد بنفس الطريقة اللي احنا قلناها في العيان اللي انا نبص بقى على اخر عيان لينا وده عيان بنشوفه كتير كتير رغم ان الناس كتير تبقى متخيلة ان هو مش قامل. لكن ده عيان احنا بنشوف كتير. عيان اسم محسن عنده تسع سنين كانش عنده حاجة. بس بيشتكي من انا قلت قبل كده شرحت لكم ان الابدومنال بين من الحاجات اللي بنشوفها كتير وبتعدي نحدش بيرك كسير. بقى بويكنس واعارات والله بقى ذيك كده مش واضحة. بطعب بسرعة. انا بقدرش يروح للمدرسة. اه على طول دايخ. انا بقدرش يكمل التمرين. وبيرجع. دلوقتي بيرجع كتير جدا في اخر اربع عشر ساعة. لما جالي العيادة لقيته في الاستقبال العيان ده تاكي فاردك جدا. ولقيته عنده وعنده وشكله مش حلو كده. وهنديش حاجة تفسر هو ليه تعبين بالشكل ده. وما جيت عملت التاس بتاعتي لان انا متعلم في المحاضرة وقاري في السيولوجي كويس. عملت التاس لقيت السودوم واضح ولقيت البيتاس سامعي. لما جيت ابص بقى على العيان بصوا عامل ازاي. سايتين شكل الجم دي الاماكن اللي انا بدور فيها على الجم في ايدي وفي رجلي في اماكن وعند الجمز دي دايما محدش بيدور عليها. وبصوا حتى حتلاقي حوالين منخيره وحوالين بقه واصمر. كتير قوي بنسأل الام هلا عندكم حد في العيلة اصمر كده. طب هلا انت لاحظت في الكم شهر اللي فات ان ابنك اسمرة عن العادة تقول لك اوه. دي شهيرة جدا. وتلاقي جوه النيلز نفسها في رجز كده. طبعا هنعمل ايه? نرجع للالجوريزم التاني. لما قسنا والاستي اتش. لقينا الاستي اتش عالي. ولقينا الكورتوسول واطي. عملنا الانتباضي ستلعه ناجاتب. بصينا على اللمة دي كلها. لقينا السبنتين او اتش بروزستيرون نورمل. عملنا الدي ال في اف اي. يا ترى ايدي. انها عالية اوي اوي اوي. شخصنا مرض اسمه ادرينو ليوكو ديشتروفي. وهو على فكرة شهير جدا. بنشوفه كتير اسمه ادرينو ليوكو ديشتروفي. ده مرض بيصيب اماكن معينة في البرين. في الويت ماتر اف دي برين. بيحصل بسبب مشاكل في الليبيد بيروكسيديشن. يعني مشاكل في التمثيل الغذائي للليبيد. فتقوم عاملة لبعض الفاتي اسد في اماكن معينة. هي البرين ويليها في الاهمية. فتلاقي البرين الولد بعد اما كان. وبيجي في الاولاد بالمناسبة لانه بتلاقي الولد بعد اما كان كويس. تروح مدرسة تمام. فجأة يبدأ يفقد كل حاجات كان. ويقدر يعملها بشكل سريم. ويجي له مشاكل كتير قوي. وعلى قائمة المشاكل اللي بتحصل هي او تلاقي زي كده موجودة في زي ما انتم شايفين. والتقريبا التامبرول بونز. هتلاقي فيها موجود الكلاسيك بتاعة الادرينو. انا حبيت اوحد الشورس عشان نبقى منتكلم بنفس الطريقة. في العيان ده مهمة للغاية. ولو تاخدوا بالكم احنا في الثلاث حالات اللي عرضناهم باهم حاجة لكلام ده علشان زي ما اتفقنا. لو ما عملتش انا ممكن افقد العيان ومش بس كده ده بمشي العيان على وبمشي على المدة يعني عمره كله. وان شاء الله بإذن الله العيان ده يبقى في الادرينو الانسوفيشنسي احنا في الاستقبال لازم نعلق ورقة بالشكل ده. لازم اعرف اعمل ايه مع العيان لو انا برا الشارع. اعمل ايه مع العيان لو انا في المستشفى. ايه اللي مسموح مني ان انا عمله. ايه اللي مش مسموح اللي انا عمله. كمان هتلاقوا حاجات تحت في الاخر بتاع العمليات. ان احنا ما ينفعش معينين دول بتوعي. بتوع الادرينو او بتوع اي حاجة من الحاجات دول. ان انا لما لقيهم بديهمش تعليمات للعمليات. مثلا كل واحد بعيش حياته طبيعة ممكن يتعرض ان نفاق ايام العملية. لازم ساعتها الام تبقى عارف ان فيه محددة لازم تعملها ساعة العملية. يعني يبقى عارف ان هو هيعمل هيضطر دبل الدوز لمدة شمين. هيضطر يوم العملية ياخد هايدوكورتزون في الوريد. هيضطر وهيضطر ونبقى عينينا على السوزوم والكتاسم. هنضطر نديره محليل اكتر شوية من العادي وهكذا. كمان انا لو ما قدرتش ان انا اعمل ايفي اكسس زي ما قلت قبل كده. الاي ام موجود وجميل وسهل. بيخلي امورنا كلها تتعامل بشكل سليم. بيخلي العيان يستفاد. ما يحصلناش اي مشاكل بازمان. اشكركم وارجو ان انا اكون وضحت الموضوع. يكون السلايد سهلة وبسيطة. نكون تلعنا بالموضوع ده. بان احنا ازاي نفاعد العيان. اللي انا اشك فيه ان هو عنده ادرين. ازاي اعمل. سواء كنت في الشارع او كنت في المستشفى. ازاي اطلب. تمام. ازاي. انا ازاي اي انتبرت بتاع تبادئ من كورتسول. ازاي كورتسول تست. ازاي كورتسول تست. ازاي هي اهمية الارقام. ازاي اهمية الامدين. كعياني الساكندري. او ترشري. اى دريني. وشكرا جزء. اه شكرا بجد شكرا كان محاضرة جميلة جدا جدا. اه موضوع من المواضيع الصعبة جدا. كان كان جميلة جدا. والموضوع كان جميل جدا. اه وبصراحة مجهود يحترم. اه يعني بجد حيك بصدت كانت كثيرة جدا في قصد السياسات. اه. بالصراحة يعني في عتلات الشيطات مهمة جدا. ممكن تكون مزيد من دكاترة. بذات الى خالات كثيرة جدا من ياميرا تحصل بوماتينج وكيفية عملها لانها سي爷مى الجلس انتراكيس. وانا يعني من حتى يهتم او بيبقى انها ممكن تكون الدينال اه اه اه. اه بجد ان تكتر عميلة جدا جدا جدها بالعكس أن تجد انت كده خليت يا ادرينجلاند من احلى المواضيع مش اصعب المواضيع. بتشكرك يا دكتور رامي على كلامك الجميل. ويرب يكون برضو كل اللي حضروا معنا استفادوا. وان شاء الله نتحت امركم لو احب احتاج اي حاجة اي استثار احنا في الخدمة. اه شكرا حيك وشكرا من الوقتك وبجد شكرا معنا الممتعة ده. وان شاء الله اه نتقابل في بلنار جديدة كتيرا ان شاء الله في شكرا حيك يا دكتور شكرا جزيلا شكرا سلام علي عليكم السلام